اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر نشرت سؤال كده من فترة بيقول لو كان الاب فصيلة دم وموجب والام فصيلة دمها موجب هل ممكن يخلفوا الطفل يكون سالب ولا لا والجزئية التانية من السؤال بتقول العكس بقى لو كان الاب سالب والام سالبة فصيلة دمهم يعني سالبة عامل رسز عندهم سالب هل ممكن يخلفوا طفل يطلع موجب ولا لا والحقيقة شفت تعليقات حضراتكم في ناس طبعا جوبت صح وفي ناس لم يحالفها الحظ فقلنا بقى ندردش عن النقطة دي شوية في الحالة الاولى لو كان الاب موجب والام موجبة ففي احتمالية فعلا انهم يخلفوا طفل سالب لان عامل رسز ده بينتقل بطريقة اسمها يعني لو جين واحد جاي من الاب او جين واحد جاي من الام حامل للصفة فالطفل بيبقى موجب حتى لو الجين التاني كان غير حامل للصفة فالاب والام احتمال انهم الاتنين يكونوا عندهم جين حامل للصفة وجين غير حامل للصفة فممكن الجين الغير حامل للصفة من الاب غير حامل للصفة من الام ويجو في طفل ويطلع الطفل ده سالب. ودي قصة هنبقى نتكلم عنها في الحلقة الجاية ان شاء الله. لكن عموما انه ممكن لو الاب موجب والام موجبة في احتمالية انه ممكن الطفل يطلع سالب. اما الجزئية التانية من السؤال لو الاب سالب والام سالبة فما فيش اي احتمالية انهم يخلفوا طفل موجب. لان احنا قلنا ده يعني لو كان اصلا احدهم عنده جين حامل للصفة كان هيبقى موجب. لكن هو سالب مفيش اي جينات حاملة للصفة في الاب او في الام وبالتالي كل الاطفال هيطلعوا سالب وما فيش ولا طفل فيهم هيطلع موجب. ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم زي ما قلت لك على الكروموسومات والجينات والاوتوسومال دوميننت والاوتوسومال ريسيسيف والحاجات دي كلها ونفهمها مع بعض. فاستنوني الحلقة الجاية ودومتم في امان الله.